السيد يتحدث المالك يتحدث فصل دستوري أجمع عليه من أجمع عليه وبالتالي يتحدث يعتبر أن المالك جهة خارجية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام الأعزاء الأخوات الكريمة العزيزات الملتاحقين والملتاحقات الجدود أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم أخوة نريد أن نشير لدينا واحد صفحة تحمل نفس الاسم للقناة ونفس الاسم لي يعني ما لديكم فين تلفه هذه صفحة درتها لكي الناس الذين لا يستطيعون تتبعون في اليوتيوب ستتبعون في الفيسبوك في الصفحة ديال الفيسبوك وتقريبا 70% من الفيديوهات التي نزلنا سوف يتمكن دابا ونحن نعمل هذه الأيام على أننا نبقوا غادين موازين مع الفيديوهات التي نزلوا في اليوتيوب أخوة الحلقة ديال اليوم سوف نهضروا فيها على الدكتورة رقية دريوش ما هي الدكتورة؟ هذه هي المرة التي تعرضت الواحد تعسوف من طرف من دبيئة السجون أنها موظفة لإدارة السجون طبيبة ودخلت بصيفة نهائية ماشي متعاقدة لإدارة السجون وتعرضت لواحد المجموعة ديال الخروقات وتمارس عليها ظلم كبير ونرجعوا بقضقة باش تفهموا القضية ديالها رغم أن العديد منكم يمكن شافوها في عدة منابر إعلامية وعند مجموعة ديال المؤثرين وصحاب القنوات تقدر على قضيتها منذ زمن طويل قريبا تمس سنين وهي كتشكى ولكن إلى حدود الساعة باقى ما أخذتش حقا يعني أعود نقول بأن المندوبية السجون ومندوب السجون هتا عنودي ديالهم ما بقاش محصور عافل موحيد ديال السجنة يعني أن السجنة هم الضحايا ديالهم كين موظفين وكين أطور وكين ناس متعاقدين مع هد المندوبية والتا واحد فيهم ما يسلم من البطش ديال السيتامك واخر الدكتورة رقية دريوش التحقات كطبيبة جراحة للأسنان بسجن بركان في الجهة الشرقية هدى وجدة هاد السيدة تعرف عليها أنها كتحتار مخدمتها كتقوم بالعمال دياله على أحسن وجه وهذا شيء من خلال مجموعة ديال التنويهات والشواهي التقديرية اللي تلقاتها هنغمشي مع هد الإدارة بدك شيء اللي يخرج منها اللي يصدر عليها من تنويهات ومن جموعة ديال الشواهي التقديرية اللي تلقاتها الدكتورة كما أنه خلال واحد البحث بسيط سمعت بأن هاد السيدة كانت ما كتقبلش ديال الزنديميتي ديال التنقل من سجن للسجن كانت كتخصها لمساعدة المجموعة ديال السجنة لحالتهم ضعيفة أتاين كتشغلوا من الأدوات النظافة إلى آخره مهم كتتعاون فيها واحد الجانب إنساني كبير كتحاول أنها توضفو زيادة على العمل ديالها لأن الطبيب يخصو يكون إنساني زيادة على هذا تعداته إلى أنها تساعد وتعاون المحتاجين من السجنة سنرجع نحلل واحد لقوس صغير واحد السيد في التعليق ديال الحلقة اللي فات على السجن قال بأن هاد السجنة تكرف صور إلى آخره ومخصوم شرح ماهو هاد لا خوية السجن يجمع فئة متعددة وشرائح متعددة من المجتمع كين نس اللي عاملين جرائم خاطيرة واللي هم مجريمين بالفطرة يعني كين هواوا الجريمة و ألفوا الجريمة وعندهم الجريمة في الدم ديالن باش نكونوا واضحين وسهلي ما بقوش نتلعبوا بالهضراء كين نس عندهم الجريمة في الدم ديالن ولكن كين ناس كتاب عليهم المكتاب كين ناس اللي لمساطر المرجعية مرحماتهم مش كي الناس اللي في دول أخرى ما كانش مشي الحبس لأنها قضايا بسيطة للغاية وكيدخلوا عليها الحبس إذا الحبس فيه فيه علما أن القانون كي أطر الحياة داخل السجن يعني احتهد الناس اللي ديروا جرائم را عندهم مدى طاولة وكافيها هم كمضا يكفي أن الإنسان ثلاثين عام أو لا خمسة وعشرين عام أو لا عشرين أو لا عشرة أو لا كما كانت العقوبة دياله را كتتحرموا من عائلته كتتخليه يراجع حساباته كتتخليه يعيش العادة بالأشكال والألوان دياله إذا إحنا ما نكونوش قاسين ترمو الظروف كاين ناس وهنا رنقولها بصراحة أو اللي ما بغانيش ما يبغينيش عنديش مشكي كي الناس اللي يستاهلوا يتعدموا أن الجرائم ديالهم باشعة 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 للغاية وكي الناس كان عاود نقولها اكتاب عليهم المكتاب اكتاب عليهم المكتاب إذا ما نكونوش ظالمين احنا والدولة والزمان والظروف نكونو ضد هاد الناس كي هنا ناس اللي ممكن أنهم يرجعوا راسهم ويرجعوا لطريق الصواب لأنه كين ظروف اجتماعية وتقافية وسارية إلى آخر اللي كتأطر في الإنسان وكتخليه يجناح يخرج على الطريق الصواب ويمشي تجاه الجريمة نعودوا باش من خرجوش على موضوع ديالنا قلنا أن الدكتورة رقية تعينات كطبيبة جراحة للأسنان مدينة بركان السجن ديال بركان بعد ذلك شي تلقت مجموعة ديال تنويهات مقابل العمل ديالها وكذلك شهادة تقدير بالجملة بعد ذلك شي ستقول لي تلقى واحد تنبيه يقول فيه المندوب أنها السيدة بناء على تقارير ديال المدير وبطبيعة الحال من غير المدير كي الناس اللي عزوا كلامه في المندوبية أنها السيدة كتغيب وما كتقول بش بالواجب ديالها غريبة سيدة ذلك النهار قلت أنها كانت تخدم زيان مطلقات التنويه وشوهي التقديرية دابة ولات بناء على تقارير ديال لواحد المدير كي يقول بأنها ما كتقومش بالدور ديالها وكتغيب مما يعطي له السير ديال العمل العلاجي داخل المسحة ديال السيجن واخ هاد السيدة هدي عندما يفيد أن ذلك الدعاءة ديال المدير كاذبة لأنها قلت لكم ذاك المرة وغانا عاود نقولها أن المدير إذا بغي يشكى بالساجين ويتهمه بشي حاجة غادي يتهمه وغا تسمع له المندوبية إذا بغي يتهم موظف أو إطار ديال المؤسسة معينة غا تسمع له المندوبية إذا بغاحت الناس المتعاقدين معهم يخرج عليهم بتقارير دياله وكي يقل يشهده وكي يقل يعزز كلامه إلى آخر داخل المؤسسة السيجنية وخارجها يعني في المندوبية إذن هذه السيدة جاء تقرير أخذت عليه تنبيه عفوان تنبيه سيدة ما استخد ما ضمت هذا الشي سيدة بينات بأنها ذلك الوقت اللي كانت يقول عليه المدير خلال دياله تقرير دياله أنها كانت تتغيب حتى يعني أوامر بمهمة تقولهم أنا الوقت اللي كنت قلتوا فيه أنني تغيبت نهار فلان فلاني أنا كنت في السيجن الفلان فلاني كنت صوب الناس سنانهم كنت نعالجهم وكنت نديرهم الفحوصات إلى آخرين النهار الفلاني أنا كنت في هذا السيجن يعني هي كانت تقدر السجون لأن الطبيبة جراحة ماشي هو الطبيب ديالالأسنان عادي طبيبة جراحة إن حالات اللي خصة تدخل دياله إذن كنت تتصافر خدما في السيجن بركان ولكن كانت تقدر السجون دياله مغرب تقريبا كاملة إذن هاد المدة اللي قالوا أنها كانت تتغيب فيها سيدة ما كانت تتغيب وقد أدلت بابادوا كليزور دردميسيون دياله اللي كانت تقول له مهانا يعني هاد التقرير ديالالمدير كاديب ولكن للأسف ما كانش اللي غير يسمع له سيدة ما هادمتش هاد شي من حقها الظلم صعيب عباد الله حنا كان هادروا على الظلم والظلم اللي كيديقو هو اللي كيعرف بقيمته هو اللي كيعرف بالحرارة والوطأ دياله إذن السيدة ما غشباش هاد شي تقدمت بمجموعة دير الشيكايات الموضوع ودارت 27 طالة بمقابلة والشيكاية اللي منده بالعام السجون باعتباروا أنه هو الرئيس الأول دياله اللي منده بالسجون والمسؤول الأول على سير العمل داخل قطاع ديال السجون صوروا معايا 27 طالة بمقابلة والشيكاية كترسلها السيدة الدكتورة المندوب عن طريق سلم الإداري تاو واحد ما تدها فيها مبعدك شي هاش غديرها تسيدة هاد الشيكاية دياله كل هم شاو وتاو واحد ما نجاوب عليها علاش أننا احنا ما نجوع لما بغينا ما كيش قانون يحترم وغنرجع ونقول لكم أن المندوب قالها مباشرة أمام نواب الأمة أو أنه ما غيطبقش للقانون اللي ما مقتنعش به يعني القانون خصوص يصوبه على المقاس دياله ويشوفه كما بغى هو أمام القانون اللي وضعه المشرع لا يعنيه لا من القريب ولا من بعيد إذن سبعة وعشرين طلب مقابلة وشيكاية ما كنوالو السيدة قالت غتقدم شيكاية لرئيس المباشر ديال المندوب هذا هو التسلسل الإداري ما بغى أشهاد غنشوف اللي كتر منه قدمت رسالة لرئيس الحكومة بعتبره والواصي على قطع السجون واخ بعد الشيخوت ما كنجواب ما كنجواب ما كنجواب أشغط ديرها تسيدة رمأنها عيات صبرة وغتخرج كونجي أشغط دير يخرج كونجي دارت واحد تضلوم ورسلته لديو الملكي دارت تضلوم ورسلته للديو الملكي بتاريخ 10-8-2015 هذا الشيء كامل هذا الواقعة كله في 2015 لا ندخلوش التواريخ لأنه هناك مقاطع دير الفيديو سنضع شيء وحدين منهم للأخر دير الكلام ديري وغتسمعوا هذا الشيء اللي كان قولكم هو اللي قالتو الدكتورة بالحرف إذن وجهت رسالة للديو الملكي بإسم المالك دير البلد وجهتها 10-8-2015 2015 جهت نبيه وقت نهار 17 يعني سبعيا بعد جهت نبيه لكونها نبيه من عند المندوب العام لكونها رسلت جهة خارجية أنا مسكت شيئاني رسلت المندوب 27 طلب مقابلة وشكاية ولا رد وصلوا للشكاية أو ما وصلوش أنا ماشي سوقي هو مسؤول على ذاك المؤسسة هو الرئيس ديالها مسؤول عليها ومسؤول عليها ومسؤول علي ما يقعوا فيها إذن إلا ما توصلش بدك الشكايات أو لا توصل بهم وتجاه لهم أنا ما مسؤولش على هذا الشيء أشغان ديرنا غادي ندير شكاية للشاف دياله تكون هو الشاف دياله هو رئيس الحكومة من اللي غادي نصيف الشكاية عبر السلم الإداري كي يقول لك حتى لا تحترم السلم الإداري هايا صيفتها الرئيس الحكومة عبر السلم الإداري يعني كان نعطيها نعطيها المندوب نقول له هاك دي هادي الرئيس الحكومة راني شاك يا بيت هايا بنت لهم هادي شجاة كبيرة ويلي السيدة كاتشكي عبر السلم الإداري الرئيس الحكومة كتشكي بأن المندوب أنا كان أعطيه شكاية وعطاني تنبيه وكان شيء خروقات ما كنا إدارية كيف هذا الشيء ساكتين ساكتين وكيتسنوني نعياء ولا ما عطيتسنوني نسكت ولا ما عطيتسنوني نسكت هادي مثلا هادي التنوي أو هادي الساعة إدارة أنا مني جبتها أجوبة على الخروقات ديالهم تنجوبهم بالوثائق ديالهم ماشي أنا جبتها كنتيني ما اللي غادي نسكت لرئيس الحكومة شغي يقولوا لي تجاوزت 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 حدود اختصاصها ما عندكش الحق ترسلي رئيس الحكومة ولا احتب السلم الإداري ما عندكش الحق الدفع على رأسك هاي اه 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 ما عندكش لتشطي بتنبيه الموجين لا وهيا وشوفوا اسمته العقوبة العزل مع الحرمان من حق التقاعد هاي غادي أنا مع هذا الشيء هذا أشغادي ندير مازال ما اللي ما كيجاوبونيش ما جاوبونيش لرئيس الحكومة لا للمندوب العام لإدارات السجون للمسؤولين المباشرين كل شي قاطع الحس غادي نصيفت رسالة للدول الملكي عبر الباريد المضمون هاي انا هذي تادي اللي رسيتها كان ديكساء الخيطاب الملكي كيقول فيه أنا ضامن حماية المغرب وحماية المغاربة فهاديك الوقت اللي فاستفت أنا هذي ومراها قاع كيقول أنا أعتزو بمراسلة المواطنين اللي واسيديش تادي شوف تاريخ فينا وا هاي 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 تبعين يام من موراها سبعتاش غوش فينا هاي سبعتاش غوش هاي 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 تنبيه واحدة اخر ها ها من عند السيد المندوب العام كيقول يا تنبيه لطلبك التدخل لجهات خارجية اه أنا صافحة ما فهمتش أنا واش الدول الملاكي كيعتبر المندوب جهة خارجية واش المندوبية دولة ومالك البلد الدول الملاكي عنده دولة أخرى أنا فين كنتامي واش أنا كنتامي لدولة التامك اللي خسني نسكت ولا كنتامي لدولة المغرب اللي عنده هاي وراثتو وجاني تنبيه لطلبك التدخل لجهات خارجية وما حسنوش هنا شوفوا دبا معي السيدين سيدا اخطعت جميع الأشواط دلتشكي مادتش فيها المندوبية رسلت رئيس الحكومة ما جاش الجواب من عند رئيس الحكومة قالتنا رأس الملك البلد ندلسي المندوب ما عرفتش واش هو كي يشوف هادشي او لا عكيسني معي فهي قالت هذا السؤال هذا السؤال محيي اذا اعتبرت المندوبية او اعتبر المندوب لأن التنبيه جاب اسم المندوب بأنها رسلت جهة خارجية إلا أن السيد المندوب وقيل انسى وقيل ما شايفش الدستور المغربي وخصوصا الفصل 42 منه اش كي يقول هذا الفصل 42 كي يقول أن الماليك هو رئيس الدولة هو المسؤول عن حسني سيري المؤسسات وهو الحكام بين المؤسسات وهو الصاهر على تطبيق الدستور نحن نبقى عرف هذه المسألة هو المسؤول عن حسني سيري المؤسسات والحماية ديال الحقوق ديال المواطنين وهذه السيدرة مواطنة وعدمه الضافة في القطاع ديال السجن وطبيبة إذا ما عملت شي حاجة ولكن السيدة ما كعتبر أن رسلات جهة خارجية متناسية ونعود نكررها أن الفصل 42 من الدستور كي يقول أن الماليك ورئيس الدولة هو المسؤول عن حسني سيري المؤسسات والحامي لحقوق المواطنين شم؟ السيد كيتحدث الماليك كيتحدث فصل دستوري أجمع عليه من أجمع عليه وبالتالي كيتحدث يعتبر أن الماليك جهة خارجية ما عندوش حق الموظف أنه يرسل الماليك في حين أنه مرسل الماليك حق دستوري وفي حين قالت الدكتورة قال لهم الماليك أنه يعني كيشرفوا أن المواطنين هذا الشيء اللي قالت أنا ما سمعت شهر الخطاب ولكن الدكتورة قالت أن الماليك قال في واحد الخطاب دياله أنه كيشرفوا أن المواطن أو كيسعد بتلقي شكاية ديال المواطنين وكان قال في واحد المرة الله أعلم ما بقي عقل عمزيان أو للا بأن الماليك كتجي غريبة أن الإدارة ما كتديرش خدمتها وأنه كتوصل بشيكايات للمعنى دياله أن ذلك الناس اللي مكلفين بذلك القطاعات اللي تشكوا بها الناس ما كيديروش الخدمة ديالهم أنا أقول سيدة رسلت الماليك تمت رسلت جهات خارجية هات الجهات الخارجية ما كنعرفش أنا شي واحد شد مئة الفرنك في فرنسا يقولوا الدعم الجهات خارجية السيدة رسلت الماليك رئيس دولة قالوا بأنها جهات خارجية أنا ما رسلت يا عباد الله شي منظمة معارضة ما رسلت رسلت الماليك ديال البلاد واش هات السيدة مك يعتبر أن الماليك ديال البلاد جهات خارجية هاتي كاريتا هاتي حالة ناشاز المؤسسات ديال الدولة أنه رئيس مؤسسة يقول بأنه مرسلة الماليك تعتبره حسب كتاب دياله كتاب دياله عندي هنا أنه جهت يعني المندوبية جواب على الشيكاية وجهت لجهة خارجية جهة خارجية شكونا هي؟ هي الماليك واخ هنا سألقاء الدق الناس ستزيد تماده سيدة شكاية الماليك ما سنقوم لها السيدة؟ سنوقفها بتاريخ 31.8.2015 بربع شهور وحباش اليوم قبل انعيقاد ديال المجلس الأديبي اللي قد تقدم ليه بناء على واحد جوج ديال استدعاءة ديال الحضور واحد فستاش دو جمبير الفين وخمسةاش والتاني بتوعده عشرين دو جمبير الفين وخمسةاش ما عرفتش هذا كيبان على أساس أنه كين جوج مجالس الأديبية ولكن الدكتورة قالت أنه مجلس الأديبي واحد إذا كنا استدعاء أول للحضور بتاريخ ستاش دو جمبير الفين وخمسةاش واستدعاء ثاني للحضور بتاريخ تسعود وعشرين دو جمبير الفين وخمسةاش ولكن قبل ما تدوز هاد السيدة المجلس الأديبي ويشوفوا في هاد المخالفات الإدارية اللي عملتها أو عدم احترام هاد ضوابط لك اسمي وهو ما ضوابط إذا شكيت براسكرك خلفت الضوابط القانونية تبتل الماليك أو رئيس الحكومة أنت خلفت الضوابط القانونية كتبنا احنا وإذا بغينا نجاوبوك سنجاوبوك ما بغينا شي نجاوبوك نطح رأسك مع الحياة إذا السيدة كتتوقف قبل نعيقاد المجلس الأديبي تجيكم عادي هذا ماشي عادي واخ دازة المجلس الأديبي المنعاقد بتاريخ سعود وعشرين اتناش الفين وخمسةاش تهمة هي مجموعة لتهم صراحة مختلفة وماشي متناغمة أن السيدة كيقولوا بأنها خلفت على العمل ديالها أولا كانت كتغيب هي كتعطيهم لزور دردميسيون الأوامر بمهمات بمعنى أنها خرجت مهمات السجون قاربة أو بعيدة باش تقوم بالدور ديالها كطاببة جراحة الأسنان إذا هذه تعتبر تهم كيدية تقول للسيدة غايبة وهي مشات انتصرتها انتصرتها قلت إلى سيري لهذا السجن ومعنى ومعنى الفحوصات ومعنى ومعنى تدخلات إلى آخر وتأتي وتقول أنها كانت متغيبة والله بزاف على هذا الظلم بزاف 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 على هذا تلاعب بالكلام في التقارير ومعنى ومعنى تدخلات السجون أن التقارير تدخل بطريقة اعتباطية وطريقة فوضوية ومعنى مع الموظفين حتى مع السجنة من يريد الخدمة في شيء واحد يدخلوا له تقارير يسميوها محضر ومعنى يسميوها محضر في حين أن المحضر ينجزوا ضابط الشرطة القضائية كان في الدراك أو في الأمن الوطن في ذلك يقبطوا ترى الخرق الأول يسميوها محضر ومشي محضر لأنه لا يتوفرون على الصفة الضبطية طبق المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية أكثر من هذا يجيبوا الشهود من الناس المحكومين في الجناية ضد السجنة الآخرين ويمكنها ضد الموظفين صوروا معي أن القانون يمنع الشهادة للشخص محكوم أو مدان من طرف غرفة من غرفة الجناية بالمغرب القانون يرفض الشهادة لا يعتمدها وتأتي إدارة السجون وتعمل اللي تسميه محضر وفيه اعترافات وإدلاءات وتصريح أو تصريحات 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 الساجين محكوم من طرف غرفة الجناية ويصردوا للإدارة وتعتمدوا وبعض المرات وللأسف يصردوا حتى النيابة العامة يصيفطون النيابة العامة والنيابة العامة تعتمدوا علماً أن القانون يمنع أن الشهادة هذه المحكومة في الجناية تدوز لكن أمر غريب وعجيب إذن السيدة تقدمت المجلس الأديبي حضرات ويمكن لا أعرف أن حضرات بالمحامة لطبقاً لما يمليه القانون أو بوحدة ويمكن تعطيت الفرصة الكافية اتصال بالمحامة أو لهذا أو لما تعطيت هذا المسائل ما عنديش المهم نرجع لديك الفيديو لو نسمعوه المهم بجموعة الاتهامات قلنا منها أن التغيب إلى آخره واحد تقرير موضوع المتابعة كان في واحد وعشرين أربعة ألفين وخمستاش سيروا معي الله يرد عليكم واحد تقرير موضوع المتابعة تأديبية فلاتة وعشرين أربعة ألفين وخمستاش واحد تقرير للأخر هذا هو الغريب هذا هو اللي يجبكم تسطروا عليه شاهدوا المجلس الأديبي نعاقد نهارة سعود وعشرين دو جمبير ألفين وخمستاش سيروا معي سعود وعشرين دو جمبير ألفين وخمستاش تفقين واخر تقارير الصادرة عن المدير والمعزازة والمدعمة والمؤشر عليها من طرف أنصار المدير في المندوبية وهنا بحل لي قالت سيدة على واحد شخص أو مسؤول في الإدارة للسجون ومكلف التفتيش هذا الشخص أنا كنعرفه هذا جاء عندي في ألفين وحداش وكان باقي ما تولاش المسؤولية وجامع واحد سيد بناء على واحد شيكاية كنت درتها ماشي شيكاية رسالة وجهة الدول الملكي في ضرفين مختوم طيب قال للقانون ثلاثة عشرين ثمانية وتسعين كي حق للساجين أنه إذا كان عنده شيء مسائل خاصة به يعني ما يخصون شيء يطالع عليها بإدارة المؤسسة السجنية أو الموظفين لآخرين كي يدير رسالة في واحد ضرف مغلق وكيرسلها الجهات القضائية أو الجهات المركزية مثلا الإدارات المركزية اللي عندها علاقة ذلك الموضوع اللي هو بغي يرسلهم رسالته وتشكاله واخر غيجيوا عندي هاد الناس غيمشي ويفتحوا هادك الرسالة ديالي موجهة الدول الملكي فيها مسائل كانت تتعلق تظلم ديالي وشي معلومة خاطرة على هادك الناس اللي كانوا في الماسونية واللي حاولوا استكتبوا بعض ضباط ديالجيش ودية الأمن وبعض القضاة يعني مسائل بغيت أنا نبرر بها الموقف ديالي وأنني نبين بها أن يمضلوا إلا أن هاد الناس حلوها وجووا كين تحلو الصيفة ديال المفادين ديال الدول الملكي جو عندي الطانجة منهم هادة اللي ولا فتفتيش جا عندي مع واحد فقلامات كان كولونيل دبوليس وده بنهاشم معها الإدارة السجن في أمن المؤسسات السجنية وجو قال لي بأنهم في الدول الملكي من خلال ذاك الهضرة معاهم مع ذاك النص ساعة ولا ساعة المقانة اللي هضرت بلي أن الناس ماشي من الدول الملكي وبالتالي وعلاش بعد واحد مسألة ما خصنيش ندوز عليها وما خصنيش نفوتها أن موظفين يعرفوهم ناس ديال الدول الملكي إيدا جو يعرفوهم حد غيقدموا راسهم وغيدخل معهم موظف عند المدير إلى آخره أو ليجيوا وكلمة اللي كيستقبلهم ولكن مش يقدوا الموظفين كلهم كيعرفوهم بالتالي بل لأنهم ماشي من الدول الملكي وقال لي خرجت من عندهم يعني ما أعطيتهم شو ما جاءوا على واحد السيديات قالوا اللي بغينا شي السيديات شافوهم في رسالة وقال لي ما أعطيتهم شي السيديات شاووا بحالهم قال لي غنرجعوا عندك أجداروا من لي خرجت واحد الموظف قال لي عرفتيش كون هذا هذا هو مدير أمن السجن بعد منها بيومين هزون يسلجوش باش يزمتوني باش نجبدك السيديات ورجعوا للسجن اللي كنت فيه ديال طانجيلات حطيت فيه بخمستاش اليوم وقلبوا ذلك الغرفة كيسولوش ما خليت شي شي كارت ديال التليفون أولا شي وراق أولا شي حاجة هذا هذا نيت اللي أنا قدمت به شي كاية وقلت بي أنه انتح للصيفة اليوم أولا مسؤول وسميته موجودة سميته موجودة إدارة السجون بالبونط العارض أولا كيتحمل المسؤولية برما أن الدكتورة كانت متاهية بأنه زوار لتقارير أو شارك في تزوار لتقارير من خلال تأشير عليها وعدم البحث فيها لأنه لجنة تفتيش ونرجع ونقولوا أن التقارير كانت واحدة 2015 في 21 أربعة 2015 والتقارير الثاني موضوع المتابعة ونعود نقولها في 23 أربعة 2015 المجلس الأديبي نعاقد في 29 دجمبر 2015 إلا أننا كان وجدوا واحد تقارير وكذلك في 2016 شاهدوا 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 معي شاهدوا سمعوا اسمه بناء على تقارير مدير السجل المحلي ببركان أعداد كده كده نحن لا ندخل في الأعداد تقارير منهم بتاريخ سبعة وعشرين كلاته 2016 يعني من بعد المجلس الأديبي تقريبا في حال 12 أربعة شهر أو خمس شهر يعني المجلس الأديبي ينظر في أحد تقارير اللي بقي أربعة شهر عضل يكتبوا المدير قرير أو ما كيقولوها مشي أنا بناء على تقارير مدير السجل ببركان أعداد إلى آخره بتاريخ سبعة وعشرين تلاتة ألفين وستاش وتاريخ واحد عشرين أربعة ألفين ومستاش وتاريخ تلاتة عشرين أربعة ألفين ومستاش هذول الولاد ذكرتهم ولكن هذول ماشي خطأ مطباعي هايلي خطأ مطباعي غي تلفوها الورقة كتدوز عن ثلاثة وربعات الناس في المجلس الأديبي ولا خمسة وكتتفرق على الأعضاء هاك وكتتعطاق المعني بالأمر وكتدوز عند المندوب بشي صادق عليها هاك هذا ماشي خطأ يعني المجلس الأديبي انعقدة قبل صدور تقارير دي المدير خصوص مخالفة اللي قال فيها أن طبيبة قامت بتشهير بالمؤسسة المنسوبة إليها والمتمثلة في التشهير برؤسائها سيدة شكات سمت تشهير علما أن الفصل 82 أو المدة 82 من قانون الصحفة اللي يأطر تشهير يقول لك تشهير هو إنسان عادي أما إذا كان إنسان خدام في المرفق العام أو كيتولا مسؤولية في المرفق العام وعندوا علاقة بالحياة العامة دي المواطنين ما كيتم تشهير على الإطلاق وانش بدون النصة سيدة بريتون قالكم بعد قانون الصحفة كامل إذا سيدة متهمة بتشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة هي اللي عندها لي زور درميسيون تعتبرت أن البيانات ديالها خاطئة وهم اللي عندهم تقرر بأنها كانت سالتة من الخدمة بيانات ديالهم صحيحة ومتوق بها دي ما قلتكم أن إدارة السجن والله وكان زل القرآن في عهد هذه الإدارة تتكذب تتكذب كل شيء كذبت مجلس الوطني الحقوق إنسان كذبت القضاء كذبت أمريكا كذبت كل شيء وده بس إذا عند الدليل قاطع أنها كانت مهمة وما كيقولوا لهم تغيبة واخ إدارية خاطئة ميش أنها يعطى صورة سلبية عن القطاع برمتي اه هي الحبيب وهو القطعم خامش عادية غت تعطيها الدكتورال والقطعم كل شيء يقدر عليه آلاف شكايات المفوضية السامية لحقوق الإنسان مئات شكايات في أمريكا مئات شكايات في التحار الأوروبي والبرلمان الأوروبي وعند نجس وطني الحقوق الإنسان ومئات شكايات عند منظمات حقوقية ومؤسسات وجمعيات حقوقية في المغرب وعند نيابة العماء إذا مشيتوا خرجتوا شحل من شكاية مقدمة ضد مضارع السجون وضد موضافين السجن وضد انتهاكات سوف تجلبها من رئاسة النيابة العامة سوف تهربوا كل شيء يكتب المغيب كامل 40 مليون كلها تكتب إلا التامك والدات والتفرقة والمغلبات قلنا أن هذه السيدة تشعر هذه السيدة تشعر بكم مرة الأولى قلت أن تسلزم الخدمة بعد ذلك ها هي رسلة المالك قالوا راسي دي جهة خارجية المالك ضربوا ذلك الفصل 42 واعتبروه غريب وخارجي على البلد مالك واقع العجلة السياحة هنا ليس مالك دي البلد بعد ذلك شيء ولا تستيوهم أخرى اللي هي التشهير الإدلاء ببيانات إدارية خاطئة إلى آخرين أنا أريد أن نفهم ما هي تقرير 2016 29 دجمبر 2015 تقرير 27 3 2016 ما هي تقرير جلسة المجلسة دي بي اللي منعقدة في 2012 2015 14 أربعة شهور مجلسة دي بي ضرف واحد المخالفة اللي باقى ما وقعتش خاكوا كانوا معهم ذاك اللي كي ضربوا الكارطة وغيقول لهم بالدكتور الرقية راها غتشهر وغتديروا تفعل والمدير في التاريخ فلن فلاني غيكتب تقرر بيها التقرير اللي ها يعتبروا صحيحا وغصيت لغا لاش لأنه سابق الأوان كد كل جريمة عادك يكون العقب لابا احنا غنشدوا واحد سراق بزطان سعود وتسعين كدوزوا في المحكامة خمسة وتسعين دخلكم الرأساتي انه واحد تحاكم قبل ما يوقع الفعل الذي يجريمه القانون احنا ماشي امام جريمة لا جنحة ولا جناية احنا امام مسألة ادارية امام قانون اداري اذا هذه السيدة دارت واحد المخالفة باقي لاربع شهور على التاريخ دياله وكدوز في المجلسة يبيع لها هاد الناس عندهم هذه السباقية خطيرة هاد علم الغيب اللي عند هاد الناس وما كيحشموش ان يضمنوا هاد المصيبة محضر ديال هذا محضر اجتماع للجنة الادارية المتساوية الأعضاء الخاصة بإطار الأطباء شاركة في المجلس ممتلوا الإدارة وممتلوا الموظفين هذا محضر ديال الجلسة ديال المجلس تأديبي تصوروا معاين وما السيدة كتتحاكم نقولوها كما جازا كتتحاكم على واحد الحاجة بقى ما وقعت هذا ستوقع إذن هاد الشياد العابات هادا فين غادي بينا نقولوها واحد الحاجة مش حال ديالناس هربنا هم المغربين مش حال ديالناس قدين هم معارضين بالفعل هاد المتسليطين وهاد المتجبيرين اللي مبغوش يراعيوا الله ولا يراعيوا القانون ولا يراعيوا التحاجة هربنا ضبط ديالجيش منهم قاديب اللي تضلم ومن بعد خرج البرا والله يقول لك صحرا مشيد المغرب ياك كل يردوا هكا هما المتسليطين والجبابرة والظلمة شوية خرجنا قادي من أنزه القوضات من أنزه القوضات سي محمد قنديل تمارس عليه الظلم هرب البرا والله هوتا واليوم يهاجم المغرب لأنه أنا كنقوله بصراحة سي قنديل كان احترمه رغم الاختلاف اللي عندي معاه في بعض النوقات ولكن كان احترمه إنسان يحترم نازيه في أن إنسان يكون نازيه كان اختلف معاه وكان قوله وكانت منه أنه يسمعني كان اختلف معاه في شي نوقات ولكن سنقول أنه كنت تسبب له أنه خرجه لكي هاجم المغرب كانت عندنا واحد ضابطة واهبة السيد بغي مارس عليها سلوكية لا تليقه موظفي الأمن رئيس يتحرش بمرؤوسة دياله سيدة احتجت فائدة به تعرضت المسائل معش باتاش شوية هربت الأمريكا وكانت تهاجم الأمن أخ ما تريد أن أخوه؟ مهندسين بالجملة نحن بقتلنا الطبيبة دكتورة رقية سيدة شكت ضلمت وشكت ضلمت بعدها ضلمت إنسان نازيه ضلمت وكي يبقى في الحال النازيه من لكي تضلم أما الظلم يقول هذا ربي خلصني وصفي ولكن إنسان نازيه وضلمت بقى فيها الحال تشكت 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 ووصلت حتى المالك البلاد وبلاصمة أنها تفتح تحقيق والتي هي متهمة أنها رسلت جهات خارجية وتوقف لها صالر دياله وتوقفت عن العمال وتعزلت بصيفة نهائية وللأسف عندما كتقلبوا هذه السيدة بعقلة وراضي يبدأ الشيء الذي أعطاه الله كان بالإمكان أنها تخرج تحقيق الخارج وتولي تهجم الدولة جملة وتفصيلها كان ممكن أنها تولي عنصر من العناصر ديال المهاجمات من دوبية السجن وتألف تهي القصص ولكن هي ما أبغتش هي بقى متشبتها لطيلة سنوات ثمانية السنوات وهي السيدة بقى الأسقى هذه مرة ونص هذه مرة ونص هذه مرة ونص ترفع لها القبعة ونزيد ترفع لها القبعة لأنها تدافع لها من المغرب لا تفكر أنها تخرج للبرة وتدافع أو تهاجم وتدافع لها من المغرب ما أريد أن تكون شيء يريد أن تتجه كل شيء يريد أن تتجه وتهربه من هذه البلاد لأن مجموعة لا تحترم القانون ودائرة لوبيات في إدارة كل إدارة تجد فيها لوبيات هذا يتطاحن مع هذا وهذه المجموعة يتطاحن مع هذا وماذا يضعون هم الشرفة الشرفة يمشيوا في طرس يمشيوا بين الرجلين المتحاربين لماذا يتحربوا؟ على السلطة وعلى النفوذ وعلى المال وعلى المصيبة ماذا يريدون بهذه البلاد؟ ماذا يريدون؟ يتحدى العالم يتحدى المواتق الدولية ويتحدى القانون 23 و 98 ويتحدى الدستور وقبل القوانين يتحدى الدستور ويتحدى المالك يعتبر أن المالك جهة خارجية ينهى تسيد فوق القانون وليس يبعد نهاري يقول لك أن السجون المغربية لا يبقى للمغرب ولا ديالي وما نعرف إنسان لي يقول أمام البرلمان أنني هنضر القانون الذي يرشق عليه والحاجة التي لا تريد أن نخرق القانون وننطبق هذا القانون هذا تحدي من نوع خاص هذا تحدي ما قدر عليه البصري ما دارش البصري اللي كان سخط البصري اللي كان يقبر بنادم والله ما قدر يدير هذه هذا أفزاف والناس هربطنا الخارج واللي نحنا كنصنع المعارضين الناس بالإمكان أنهم يأخذوا حقهم في المغرب ما قدروا طيوم حقهم يمشيوا لبرة يجيوا الناس يقول لهم يعطيكم حقكم مقابل أنك تمشي معايا في هذا النسق في هذا الطريق يقول لهم مرحبا لأنه هو الحرقة وشنا هو ما هي هذه البنت اللي كتجي وكتمشي للدعارة ويعار فرصة عزيزة ولحمة عزيزة وما كتقدر شي شي واحد يقصر ولكن الحاجة كتخليها ومشي للدعارة ومشي مع واحد الرجل ومشي للدعارة وتخسله وتقزز من رأسك هنا ناس هك هكذا هكذا هنا معارضين اللي هم مراضين شعل ذلك الذي يديروه بره ولكن يديروه لكي ينتاقم إن انتقم قبيح إذا لم أعطيتني حقي سأنتاقم منك هنا واحد اللي يقدر يصبر ويقاوم ويدافع على حقوق ما الذي هنا وهنا واحد اللي يعيب ويشوف رأسه أنه يأخذ حقوق يقول لك كيف ينتاقم كيف ينتاقم لأنه لا يستطيع أن يأخذ حقوق أو سنقوم وعلى أعدائي وعلى أعدائي وعلى أعدائي وإن هاجمك ويشوف ويشوف أنك تظلمتني ومعطيتني حقيقة إذا ألاف السجناء يؤمنون ألاف السجناء تشكو أصواتهم بحث مئات الموظفين وضحايا هذه السجون لا بد الدكتورة رقية دكتورة أصفها قلتكم في واحد المرة أن المقررات المحكمة الإدارية أشتبزاف المقررات والله العظيم عادية كل ما عندي ما نقول ولكن المحاكمة الإدارية تتبت الغرزة لأنها تعتمد على مساطير إدارية بعيدة على وعلى هذا وعند أحكام ضد الدولة مئات الملايين سيدا صفاتها المحكمة الإدارية ابتدائيا وستنافيا ولكن للأسف المندوبية رافضة أن تنفد قرار المحكمة الإدارية واللي فيه ما هي قرارة المحاكمة باسم الله الرحمن الرحيم باسمه جلالة المالك حكامات المحكمة وكذا وكذا هذه الحيطة كاملة اللي جاية السطورة حكم باسم المالك تترفض المندوبية التامك أنا ما كنقول لاش مندوبية السجن من اليوم الفوق نسميها مندوبية التامك التامك هو لك يحكم مندوبية التامك قررت أنها ما تعطيش الحق للمرأة وقررت أنها تهجمة لأنها رسلت المالك وقررت أنها تعترض بريق على واحد الحكم قضائي صادر باسم المالك إذا هناك الحق أن تулت منك أن تظهر واتبارتج واتبارتج هذا الفيديو ونطلب الله سبحانه وتعالى ان الذهاب وناس هؤلاء حقهم لا يأخذ حق في الظالمين لا يأخذ حق في الظالمين لا يأخذ الظالمين لا يأخذ حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته